انطلقت فعاليات النسخة الرابعة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين والتي تعقد بالقاهرة تحت عنوان أفريقيا في عالم متغير إعادة تصور الحوكمة العالمية من أجل السلام والتنمية وكانت مصر قد بادرت بإطلاق المنتدى خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي عام 2019 انطلقت فعاليات النسخة الرابعة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين والتي تعقد بالقاهرة تحت عنوان أفريقيا في عالم المتغير إعادة تصور الحوكمة العالمية من أجل السلام والتنمية قضايا السلام والتنمية ده أمر واضح جداً حتى في العنوان بتاع الفورم أو بتاع المؤتمر اللي احنا فيه اليوم وده في حد ذاته أمر مهم الشعوب كلها بتقن فعلاً من الحروب والإرهاب وموضوعات تغير مناخ وغيرها وفي التالي فيه حاجة إلى السلام وطبعاً التنمية مش هتتم إلا في وجود سلام دائم ومستمر ومستدام في الدول يأتي هذا المنتدى والذي يستمر على مدار يومين ويناقش عدداً من الأولويات الأفريقية الهمة من بينها سبل تحقيق السلام والأمن في عالم المتغير وتبني الحلول المتكاملة في إطار دعم العلاقة بين السلم والأمن والتنمية والدفع قدماً بجهود بناء السلام ومنع نشوب النزاعات من خلال معالجة أسبابها الجفرية وتسليط الضوء على دور الدولة لبناء مؤسسات قادرة على الصمود من أجل تحقيق السلام المستدام ويشارك في المنتدى عدد من الشخصيات الدولية والأفريقية رفعة المستوى بالإضافة إلى عدد من الوزراء الأفارقة والمسؤولين الأمميين ولفيف من الشخصيات الأفريقية الرائدة في مجال السلام مصر داعمة لجهود تسوية النزاعات نراه في غزة في السودان في مختلف المناطق ومنتدى أسوان هي المنصة التي تعكس هذا الدور المصري الرائد على مستوى القرارة الأفريقية وسيتم خلال هذه المنتدى طرح مبادرات ومكترحات لدعم هذه الجهود سيتم اليوم على سبيل المثال طرح إطلاق شبكة أفريقية لمنع التطرف ومكافحة الإرهاب وهي أولوية أفريقية كبيرة سيتم غدا إطلاق أول جائزة لمنتدى أسوان لبناء السلام تكرم شخصية أفريقية أو منظمة أفريقية في مجال جهود بناء السلام وكانت مصر قد بادرت بإطلاق منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي عام 2019 وفي إطار ريادتها لملف إعادة إعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات في أفريقيا